على بركة الله انطلق اليوم مجلس النواب البرلمان الجديد في غرفته الرئيسية وهو مجلس النواب اللي انتخبنا اعضاؤه منذ شهور والحمد لله اكتمل النصاب والنهاردة بدأ الجد النهاردة كانت الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 واللي دعا اليها السيد الرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح اسيسي السباح اليوم الموافق 12 يناير الموافق يوم الثلاثاء وانتو عارفين دايما انه الجلسة الاولى او الجلسة الافتتاحية لأي برلمان بتبقى جلسة اجرائية يعني ايه جلسة اجرائية يعني بيبقاش فيها لسه منقشة مشروعات ولا قوانين ولا مواد ولا اي عاج خالص هي بتبقى لترتيب البيت اول طبعا اجراء هو اختيار رئيس لمجلس النواب والحد ما يحصل اختيار الرئيس او لحد ما حصل اختيار الرئيس بيتم رئاسة او تتم رئاسة الجلسة لاكبر الاعضاء سنا وتصادف انه اكبر الاعضاء سنا في هذه الدورة سيدة سيدة محترمة هي الاستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب والتي ترأست الجلسة زي ما حراكم شايفين في الصورة دلوقتي وهي قاعدة على كرسي رئيس مجلس النواب باعتبارها اكبر الاعضاء سنا وقالت كلمتها في بداية الجلسة ثم دعت الى التصويت الذي تم على اختيار رئيس البرلمان او رئيس مجلس النواب وبالفعل تم التصويت وتم القرار القرار هو ان المستشار حنفي الجبالي اللي صورته كانت موجودة برضو عشر شوان جبالكم دلوقتي حالا اهو المستشار حنفي الجبالي المحترم والموقر اصبح رئيسا لمجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وكان وكيلا للنائب العام وسرته الذاتية الحقيقة اكثر من مشرفة يعني انا لما شفت الجلسة النهاردة وجبت السيرة الذاتية اكثر من مشرفة حاجة رائعة الحقيقة نستشار الدكتور حنفي الجبالي ولد عام 1949 حاصل على لسانس الحقوق عام 75 حاصل على درجة الدكتوراه عام 87 رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عام 96 رئيسا للمحكمة الدستورية العليا عام 2018 وله مؤلفات كثيرة على مستوى القانون منها الرقابة على دستورية التشريع الرقابة على دستورية التشريع في مصر دور المحكمة الدستورية العليا في فضل تنازع ودور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية بالاضافة لاهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا والحقيقة انا بقول لحضراتكم في حاجات على مستوى المضمون انا دايما بيعنيني الكلام ده في التحليل لما شفت النهاردة اختيار المستشار الدكتور حنفي الجبالي عملت حاجتين بصت على مستوى المضمون وعلى مستوى الشكل على مستوى المضمون انا قلت رحضاكم مضمون عامل ازاي سيرة ذاتية ولا اروع حد الحقيقة سرت ناصعة البياض وتتحدث عن نفسها وتدعو للفخر ده من حيث المضمون اما من حيث الشكل فانا سعيد لما شفت شكل المستشار حنفي الجبالي وخصوصا وهو قاعد على كرسي رئيس مجلس النواب في ناس وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام سابق مش لاحق يعني ايه سابق يعني لسه النهاردة اول يوم لرئاسة المستشار الجبالي فبالتالي لسه حنشوف اداؤه وحنشوف ادارته للجلسات وادارته للبرلمان وحتى فض النزاعات لو حصلت وكل ده لسه حيبان ما بنش حاجة بس على مستوى الشكل في ناس تحس فيها بالهيبة في ناس تحس فيها بالوقار في ناس تحس فيها بالبريستيج سبتونا بس ارجوكم سورة المستشار الحنفي يعني انا رأيي شخصي واعتقد ان ممكن كتير من حالكم يوافقوني وطبعا احترم بالمختلفين لكن انا رأيي شخصي التحليل الشكلي لسه المضمون او لسه الاداء حنتبعوا نقيمه على مستوى الايام القادمة باذن الله او الشهور القادمة انا على مستوى الشكل انا سعيد بالشكل قد قلولي الشكل مهم اقول لكم طبعا مهم لان زي ما قلت لكم في المستوى الشكل بيدي بقار وبيدي هيبة وبيدي بريستيج في ناس تحس انها مالية مكانها على الكرسي وفي ناس تحس ان الكرسي اكبر منها انا بكلمكم كلام علمي مش كلام كده ابن عم حديد انا بقول لكم كلام علمي انا درسته في علم النفس وعلم الشخصية والبادي لانجوج ولغة الجسد والانطباعات وحاجات من دي في ناس تقعد ع الكرسي تحس ان الكرسي اكبر منها مش مالية مكانها في الكرسي وفي ناس تقعد ع الكرسي تضيف للكرسي في ناس من حيث الوهلة الاولى تديك انطباع بالثقة بالنفس وتديك انطباع ال�ثقة بالنفس مش الغرور وتديك انطباع بالتقل كده انه حد تقيل ومالي مركزه يديك انطباع انه واثق له هيبة ويجبرك على الوقار والاحترام يعني أنا من الشخصيات ما تشوفها من الشكل كده لما تيجي تتكلم معها ولما تيجي تتعامل معها لا لازم تتكلم باحترام وتيجي تتعامل تتعامل بمنتهى الوقار والأدب والاحترام لأنه قدامك شخص يدعو لهذا الكلام فأنا بقول لكم أنا مستبشر خير على مستوى المضمون لأن سرطة الذاتية مشرفة وعلى مستوى الشكل لأن شكله يدعو للثقة وللوقار والاحترام والجواب بيبن من عنوانه وزان بيقولك انا مثالنا الشعبي انه ما لمركزه وما للكرسي وان شاء الله يضيف للكرسي مش ينتقص منه ده على مستوى رئيس مجلس النواب اللي تم اختياره النهاردة خلاص وانا بكلم حضراتكم دلوقتي انتخابات الوكيلين شغالة انتوا عارفين ان اي مجلس له رئيس ولو اتنين وكيلين وكيل اول وكيل تاني فيه 8 شخصيات محترمة 8 شخصيات محترمة بيتم التصويت عليهم الان لاختيار اتنين من بينهم وكيل اول للمجلس ووكيل تاني زي اللي كان رئيسه الدكتور علي عبدالعال اللي بنوجه له التحية على ادارته للمجلس السابق والاتنين ووكلة في الدورة السابقة للمجلس كان سيد الشريف وكيل اول وسليمان وهدان وكيل تاني او وكيل للمجلس حلاص احنا بنكلم على مجلس جديد مقافي رئيس جديد ودلوقتي زي ما نشاك فينا هو بيتم فرز الاصوات لاختيار الوكيل الاول والوكيل الثاني من بين 8 اسماء مرشح نفسها لمنصب الوكيل طيب تعالوا بقى على مستوى المجلس نفسه طبعا زي ما احنا قلنا من شوية بدري اوي الحكم بدري ايه ده بدري جدا لسه ما عملناش اعجل لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة جلسة اجرائية واعتقد بكرة كمان هتبقى جلسة اجرائية اللي حيتم فيها اختيار رؤساء اللجان بيبقى مهم جدا لاختيار رئيس المجلس اختيار الوكيلين ثم امين عام المجلس ورؤساء اللجان النوعية والفرعية في المجلس لكن خليني اقول لكو ان انا مستبشر خير يا رب يا رب تفاقلي ده واستبشاري بالخير يبقى في محله المجلس السنة دي او الدورة دي في ميزة كده اه عجباني انه فيه فيه ناس حلوة مش عارف بقى هتفهموا كلامي او لا فيه ناس حلوة يعني طبعا المجلس السنة دي كان فيه ناس حلوة بس المجلس ده اضيف ليهم كمان ناس حلوة على مستوى التنوع المهني وتنوع الخبرات يعني انا النهار ده بس هقول لكم طبعاتي وانا بتفرج الصبح على الاعضاء وهم بيحلفوا اليمين عجبني اوي 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 شكل حسام غالي وحزم امام عجبني شكلهم شكلهم كده ولاد ناس وحلوين وانضاف ومتربيين وجيين شكلهم وهم بيحلفوا اليمين فرحانين بالثقة كبيرة والمسئولية الكبيرة المتقعة لعاتقهم وتحس ان هم حيبقوا ان شاء الله قد المسئولية ويؤدوا اداء جاي طبعا حزم امام نجم نادي الزمالك وحسام غالي نجم نادي الاهلي اللي تم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية في مجلس النواب فبنتكلم على اشكال حلوة والشخصيات تانية كتير فانا مستبشر ان هذا المجلس حيبقى اداءه اه ارقى اذا صح التعبير اشتركوا في القناة